كاري الدجاج بجوز الهند وصفة جدا جدا لذيذة بإذن الله رح تحبونها هذه مكونات الوصفة استعرضت عن بعض الشغلات اللي ما لقيتها بأمور أخرى تعالوا نشوف طريقة العمل مع بعض حطينا البصل نحمره لين ياخد له لون ذهبي كده جدا جميل نضل نحركه طبعا ونقلبه من آن إلى آخر لين ياخد له اللون رح أضيف الليمونغراس والخولنجان ما لقيت إلا جاف كنت أبي رطب بس ما لقيت وأضفت الثوم والزنجبيل وقلبتهم رح نضيف الدجاج ونخليه تقريبا على كل وجه دقيقتين لحد ما نصدمه بالحرارة وياخد له كده لون بدون ما يستوي أضفت طماطم معلبة وفلفل بارد وأقفل عليه وفلفل حار وقفل عليه وأخليه تقريبا دقيقتين لحد ما يتسبك مضبوط بعد الدقيقتين رح أكشف عنه وأضيف عليه بهاراتي والملح البهارات مكتوبة لكم في الأسفل الأصل إضافة كاري تايلندي الأحمر لكن ما توفر عندي فأضفت كاري بودرة تغيرت نكها شوي لكن نكها كانت جدا جميلة نقلبها ونهدي الحرارة ونخليها وسط ونغطي تقريبا 15 دقيقة بعد نور 15 دقيقة أضفت حليب جوز الهند وأضفت الكزبرة وتأكدت من الملح إنه ما يحتاج إضافة أقلبتها شوي وأيضا أغطي وخليه 15 دقيقة ثانية بعد كذا رح يكون جاهز للتقديم ممكن تقدمونا مع رز الياسمين أو مع أي شيء أنتو حابينه وبألف عافية موسيقى موسيقى